اشتركوا في القناة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول العربية ومعالي سيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وأوضح وزير الخارجية أن العلاقات العربية الصينية شهدت العديد من الإنجازات والمبادرات المهمة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات إيمانا منهما بضرورة النهوض بالعلاقات العربية الصينية وفتح آثاق جديدة للتعاون بين الجانبين مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على دعم هذا المنتدى من خلال استضافة عدد من فعالياته واجدد سعادة وزير الخارجية دعم مملكة البحرين لمبادرة الحزام والطريق التي وقعت في البحرين في عام 2018 على مذكرة تفاهم للانضمام إلى هذه المبادرة متمنيا أن تشهد سنوات القادمة مزيدا من التعاون العربي الصيني في مجال تنفيذ هذه المبادرة الاقتصادية الكبرى وأن تشهد تعاونا عربيا صينيا فاعلا وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات تتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها ومن أبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد معربا عن ترحيب مملكة البحرين بعقد قمة عربية صينية واستضافتها من قبل المملكة العربية السعودية كما ترحب بالبيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين وإعلان عمان متطلعا إلى مزيد من الجهود لتعميق التعاون وتنسيق المشترك بين الدول العربية وجمهورية الصين الصديقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة لقد مضى 16 عاما منذ إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني في العام 2004 قد كانت سنوات حافلة بالعديد من الإنجازات والمبادرات المهمة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين العربي والصيني لكن حرصت مملكة البحرين دائما على دعم هذا المنتدى من خلال استضافة عدد من فعالياته ومنها دورته الثالثة في العام 2008 ومنتدى التعاون العربي الصيني في المجال الأعلامي في العام 2010 والدورة الثانية لمهرجان الفنون الصينية في العام 2012 وكشهدة العلاقات البحرينية الصينية في السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا فقد احتفلنا في العام الماضي بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين حيث تم افتتاح معهد كونفوشيوس الصيني في جامعة البحرين في العام 2014 وتم افتتاح السوق الصيني في جزيرة المحرك في العام 2015 ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو ملياري دولار في العام 2019 وستواصل مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة مساعيهما لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات الحيوية لما فيه صالح البلدين الصديقين وبما يعزز ويدعم التعاون بين الجانبين العربي والصين ترجمة نانسي قنقر